تمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين لميليشيات الحثي الانقلابية في صرواح غرب مأرب وأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش والمقاومة أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح كانت متجهة باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان وتواصل الميليشيات الحثية الانقلابية إرسال الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب الأمر الذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء